السلام عليكم معكم مصر رهاب عادل اليوم هنبدأ شرح أول درس ندروس نبدأ ما هو التمهيد للدرس ما هو اسمك ما هو اسم اليوم طبعا عندنا الايام ساتر دي سن دي مون دي تيوز دي وينيز دي ثرس دي وفراي دي فهنقول اليوم اليوم ساتر دي what is the weather today weather اللي هو التقس التقس ما حال التقس اليوم today is sunny يعني الجو مشمس new vocabulary عندنا مفردات جديدة لازم نتعلمها نقرأها مع بعض book 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 كتاب story 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 قصة tablet 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 الكمبيوتر اللوحي shark shark سمكة القرش football football كرة القضن نشوف أول درس معانا لسن 1 نسمة reading a story is a special thing the ones that I have read they do not stay inside the books they stay inside my head well let's say a story is a special thing يعني قصة شيء خاص the ones that I have read يعني the ones هنا المقصود بها الوحدات يعني او قصص ترجع للقصص يعني that I have read هنا red تصريف التالث للverb read 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 هو نفس spelling كلمت او verb read ولكن التصريف التالي والتالي في دندق read كأنها زين لون الله تقول ولكن القصص اللي هي قرأتها they don't stay inside the books لا تمكث في الكتب they stay inside my head ولكنها تمكث في رأسي دا كان أول شيء معانا I'm reading a story about two boys the boys the boys are friends they play together and they have a lot of adventures it's a very exciting book my book tells you how to make things from paper yeah يب كتابي بيجعلنا كيف نعملهم من الورق طبعا هنا هنا في مجموعة من الأطفال كل واحد ماسك كتاب وبتكلم عن ماذا يوجد داخل الكتاب او قصة تاب تاب look at the books in the picture which one would you like to read أي واحد تحب أن تقرأ why they listen and point to the correct book هنا في مجموعة من الكتب الكتب مطلوب أن الطفل يختار واحد منهم أي واحد فيهم يحب أن يقرأ تمام ولماذا وبعدين نسمع المقطع الصوت هنعيد المقطع الصوت هنعيد المقطع الصوت بتعني من الأول جيد كتاب كتاب يخبر كيف تصنع الأشياء من الصوت كتاب 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 ويخبر كيف تصنع الأشياء من الورق يبقى إذن هذا الكتاب How to fun with paper كيف تستمتع أو تصنع المتعة مع الورق You can make a paper plane يستطيع أن تصنع طائرة ورقية كما في الصورة A paper bird and lots of other things I want to make a paper plane I'm reading a story about two friends A rabbit and a duck هو بيقرأ قصة عن صديقين الأرنب والبط إذن هذا الصور It's a funny story Look what they're making with snow I'm learning some interesting things about sharks Look Here's a picture of one This shark is very big and very scary I'm reading a story I'm reading a story أقول هنا أنهما تصنعوا من الثلج سمكة القرش يقول لناها كبيرة ومكيف We about two boys So if we read or heard about the children وماذا يصنعون أو عن ماذا تتحدث الكتب الذي يقرأون طيب أتقل للصفحة اللي معناها Listen one thing about it Write about yourself اكتب عن نفسك Answer the questions Put a full stop at the end of each sentence هنا بعض الأسئلة اللي هنجاوب عليها وبيطلب مننا أن في النهاية نحط full stop أو نقطة What's your name What's your name ما اسمك My name is محمد أحمد عمر وهكذا كل واحد بيكتب اسمه هنا على الخط طبعا بيكتب أول حرف capital ويحط full stop How old are you How old بأسأل بيها عن العمر كام العمر How old are you كام عمرك I am وليكن مثلا Eight years old وأحط full stop I am eight years old وأحط full stop Number three What color are your eyes My eyes are يعني ما لون عيونك عيوني are ممكن نقول Black Brown Green Or Blue طبعا كل طفل بحط اللون المناسب لي Number two What do you like If the sentence is true For you put a tick In the box لو اللقومنا صحيحة هخط tick في البوكس هنا If it is not true put a cross in the box هخط علامة غلط في البوكس لو الإجابة خاطئة I like tablets طبعا كل واحد يتكلم عن نفسه I like tablets أكيد كل الأطفال بحبوا التابلتس هنحط علامة tick هنا أو علامة صح طيب I like sharks إذا حد بحب شاركس سمكة القرش هنحط علامة tick لو ما بحبش الشاركس بحط أكروس I like football معظم الأولاد بحبوا كرة القدم إذا بحبها يعمل تيك إذا ما بحبهاش يعمل أكروس بكده نكون انتهينا من أول درس من unit 1 lesson 1 لgrade 3 أتمنى تكون الفيديو عجبكم شكرا جزيلا لنستمعكم كنا معكم في مصر يا بحر